أصبح الثنائي محمد صلاح وإدنجيكو القوة الضاربة لروما حيث حقق بفضله نتائج إيجابية محليا وأوروبيا بإنسبورتز زارت المركز الرياضي لروما وصلت الضوء على هذا الثنائي أثناء استعداد الجالوروسي لمواجهة فيا ريال الإسباني في الدوري الأوروبي مراسلنا عبد المجيد السباوي والتفاصيل محمد صلاح وإدنجيكو ثنائي يمثل القوة الضاربة لهجوم روما فهما معا سجل ثمانية وعشرين هدفا منذ بداية الموسم تسعة عشر للعب البوسني الذي يتقاسم مقدمة ترتيب هدف السرئة مع إيجوين وتسعة لزميله المصري فبفضلهما ما زال الجالوروسي قريبا من اليوفنتوس ويبتعد عن المطارد نابولي مدام الفريق قويا فالأمر ينطبق عليهما أيضا خصوصا وأن فريقنا يلعب بحس هجومي فقد وجد توازنا في الدفاع واحتفاظا بالكرة وعمليات مبنية بشكل جيد قوة هذين اللاعبين لم تظهر فقط بالدور الإيطالي بل تعدته لتلامس حتى أوروبا من خلال منافسة الدور الأوروبي الذي تمكن فيه فريق سباليتي من تحقيق نتائج جد إيجابية هو موسم إيجابي لكل اللاعبين خصوصا بالنسبة للجيكو الذي عاد من موسم سابق سيء فهو الآن أحد هدف أوروبا بعد إحرازه ثمانية وعشرين هدفا في موسم كامل هناك من يرجع انتفاضة وفعالية هذا الثنائي في الموسم الجري إلى عوام العدة من بينها التفاهم الزائد بينهما جديتهم في العمل وإحساسهما بمسؤولية قيادة فريق كبير مثل روما بعد أن أظهر سباليتي ثقته في قدراتهما جيكو وجد مجالا للعب وهو بلايقة بدنية جيدة مقارنة بالموسم الماضي فقد تعرف بشكل جيد على القرة الإيطالية أما صلاح فأجده على نفس المستوى الموسم الماضي حتى الخصم المقبل للروما وهو فياريان لا يتخوف من هذا الثنائي ويرى أن الحل الأنجع لإيقاف الجلالروسي هو شل حركة هذا الثنائي مهمة شبه مستحيلة لكن الفريق الإسباني أكد أنه مستعد لهذا التحدي هما لعبان كبيران لكن بعيدا عن مراقبتهما يجب أن نركز أكثر على أدائنا وعلى أن نكون الأخطر هجوميا هو الثنائي مستجيم وممتكامل ويصنع الكثير من الأهداف إلى حد أن أقوى الفرق بإيطاليا وأوروبا أصبح تخشاه فهل سيستمر في التألق وصناعة الفوز للجلالروسي عبد المجلس سباوي بي سبورتس من مركز تريغوريا روما